اي خطوة في حياتك عشان تعرف تاخدها محتاج قدرة ورغبة وعشان تقرب لربنا سبحانه وتعالى اي حد عنده قدرة يقرب لربنا لان القرب من ربنا ربنا سهلوا علينا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وفي كلمات لما بتقولها زي سبحان الله وبحمده مئة مرة تغفر ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر واقل عبادة منك تكفي ان ربنا ممكن يرضى عنك ان الله لا يرضى عن العبد يأكل الاكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها فخطوات القرب من الله الله قال يريد الله بكم اليسر فمساهلها علينا الاشكالية مش في القدرة الاشكالية في الرغبة لو انطفت حد تنطفق رغبته في القرب من ربنا بعد ما يدوء لذة المعصية وده ليه اسباب ايه اللي بيخلي الرغبة في القرب تنهار وتحتاج لإعادة بناء وترميم رقم واحد فساد التصور عن ربنا البني آدم اللي لسه معرفش ربنا كويس بيعتبر ان صفات ربنا زي صفات للبشر بس اكبر شوي فربنا سبحانه وتعالى عنده قدرة اكتر من البشر وبيملك اكتر من البشر وبيغضب زي البشر وبيفرح زي البشر فتلاقي ربنا تكلم عن نفسه يقول ليس كمثله شيء لان البني آدم لو تعامل مع صفات ربنا انها زي صفات البشر بس اكبر كل ما تحصل له ازمة يبقى ربنا ازعلان مني غضبان علي كل ما ربنا يديله يبقى ربنا بيحبني اكيد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمان مدم الديني يبقى بيحبني واما اذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا مش معنى ان انت عندك ازمات في حياتك ان ربنا غضبان عليك عشان كده وحش قوي ان كل حد يحصل زلزال تحصل ازمة حد يجي له مرض الوباء يبقى ربنا غضبان لا ده فيه فساد للتصور عن ربنا فلما البني ادم يعصي ربنا وبعدين يحس ان الدنيا مش حلوة معاه وقلبه مقبوط يحس ان ربنا خلاص كأنه كرهه كأن ربنا اعرض عنه وطرده وده بسبب فساد التصور عن ربنا بالمناسبة علماء النفس بيقولك هنا رب ولادكم ان كنتوا تسامحوهم لما يتأسفوا لان البيوت اللي ما فيهاش تسامح والابن ولا البنت بيجوا يتأسفوا الاهليهم بيرفضوا اعتذارهم بيحصل تصور جوه الابن والبنت ان ربنا كده كمان لان السلطة الصغيرة الاب والام ما بيقبلوش اخطائي ولا اعتذاري يبقى لما غلط في حق ربنا كبير برضو مش هيقبل اعتذاري لما البني ادم يفسد عنده التصور ويعامل ربنا كأن صفاته زي صفات البشر فيغلط الانسان ويعصي ومزانه يتقل فتنطفق الرغبة عنده في الرجوع لربنا لان ربنا مش هيقبل من اسباب انطفاء الرغبة في القرب والرجوع لربنا كلمة كده هقولها لك واشرحها لك عدم تحمل الانزعاج النفسي لفترات طويلة يعني ايه البني ادم لو عايز ينجح في حاجة بيستحمله نتعب ويستحمل نتيجة تتأخر اللي ما عندهش استحمال للتعب وتأخر النتيجة بيرجع انسان لما بيعصي ربنا قلبه بيوجعه ولما بيتوب لربنا ساعات ممكن يتول لربنا فصدره ينشرح ويبات متطمن وساعات يتوب لربنا ولسه عمال بيبدأ بيرجع في الصلاة ويرجع في الصدقة والأدب والزوء وينزل يتحمل مسئولية الشغل وهو في السكة دي لسه قلبه ايه واحدة واحدة كده ايه بينور استحمل ده استحمل فترات ان انت كنت بعيد وبتقرب وكل شوية قلبك بينور منه حتى لو ما استحملتش ده وتبتل لربنا وبدأت مثلا صليت ما حسيتش بالخشوع افكارك اللي كان فيها شهوات ومعاصي جتلك فبقت تيجي قدامك واشطانك ييجي قدامك وانت بتصلي بالافكار دي فتحس ان ربنا مش قابلك لأ لأ ما تستجبش للفكرة الشيطانية كمل اخر سبب بيطفي الرغبة في القلب انه يرجع لربنا بعد ما بيدوء لذة المعصية هو كتر الحرام اللي في حياة البنيئة في كلامه وفي طريقة بحثه عن الرزق وفي علاقاته بالجنس الآخر وفي كذبه وفي غشه وعدم تحمل المسئولية وممكن يبقى اهله زعلانين منه يحس ان في حاجات كتير كده انا ربنا اتبرى مني اتبرى مني لاني عندي غلط كتير في حياتي شان كده لما ربنا كلم اصحاب الكبائر قال لهم انا ما اتبرتش منكم فقال لهم قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم كان ربنا بيساعدنا على الترميم اللي تهدم من الرغبة في القرب منه بلنه بيقولك انت لسه عبدي وحبيبي مهما عملت بس ارجع لي وعيد بناء رغبتك في القرب من الله